اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على مدار عدة محاضرات ان شاء الله سويا نتناول في الجزء الخاص بالنشاط الاداري ما هي النشاط الاداري نتناول معا ما اهداف هذا النشاط وما هي اوجه الرئيسية كما نعلمها من ضبط اداري ومرفق عام وقرار اداري ووظيفة عامة وعقود ادارية واموال عامة بمشيئة الله تعالى نتناول الان في اولى لقاءات بكم موضوع من اهم من موضوعات الرئيسية التي نتناولها وهو موضوع الضبط الاداري اذا اردنا ان نتحدث عن الضبط الاداري فاننا نبدأ بتحديد ما هي المقصودة به من حيث انه مجموعة الاوامر والنواهي والتوجيهات الخاصة التي تصدرها السلطة العامة للافراد او للمواطنين بغرض تنظيم حرياتهم العامة هذه القرارات او الاوامر او التوجيهات التي تصدرها السلطة العامة قد تكون في شكل قرارات تنظيمية يا لوائح وقد تكون في شكل قرارات فردية وهي التراخيص او قد تتخذ شكل اجراءات التنفيذ الجبني وايما كان الشكل الخاص بتلك القرارات فانها تهدف في الاول والاخر الى تقييد الحرية الفردية بمعنى ان حرية الافراد تكون مقيدة لا تكون لها مجال اوسع من الحريات بمعنى انا ما اقدرش ادي للافراد حرية في هذا الموضوع الهم وهذه الحريات اصلا تتقيض بدستور الدولة كما نعلم جميعا هناك خطوط رئيسية كلما كلنا نعلمها خاصة بالدستور يتناول بموجبه الحقوق والواجبات والحريات العامة التي تكون للمواطنين في هذا المجال اما قرارات الضبط الاداري فهي مجموعة من القرارات والنواهي تصدر السلطة العامة بغرض تنظيم حريات الافراد سواء ان في شكل قرارات تنظيمية او كانت في شكل قرارات ايه فردية او ترخيص فردية هذه القرارات التي تصدرها جهة الادارة دائما تهدف الى تحقيق ثلاث اهداف رئيسية وهذا ما يطلق عليه الضبط العام او الضبط الاداري العام الضبط الاداري العام يهدف الى تحقيق الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة الاول نتناول الهدف الرئيسي وهو الامن العام الامن العام معناه ان الادارة حينما توجه القرارات والنواهي لمجموع المواطنين فانها تقصد بها حماية الامن العام من جراء الاضرابات التي قد تحدث داخليا بالنسبة لهم طيب ما هي الهيئة التي تقوم على حماية الامن العام او ما هي الهيئة المدنية النظامية التي تهدف الى حماية ايه او ايه التي تؤدي وظيفة الوظيفة الرئيسية للضبط الاداري وهي الامن العام هذه الهيئة هي عائلة الشرطة برئاسة وزير الداخلية ضباط الشرطة ومناء الشرطة مساعدي الشرطة ضباط صف وجنود ضباط اه عقضاء عمداء زي ما احنا عارفين رجال غفر هكذا وفيهم مساعدين اول وزير زي ما عارفين الترتيب الاساسي لقيادات الداخلية الهدف الاساسي من هذه القرارات هي حماية الامن العام الامن العام حماية الارواح حماية الاموال حماية من اي عدوان قد يؤدي يكون مصدر اعتداء عليها يبقى انا اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع الجرائم المختلفة كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الكوارث الطبيعية كافة الاجراءات اللازمة لمنع المظاهرات لمنع القلاق لمنع الاضطرابات التي تؤدي بامن الدولة كل هذا بمفهوم الامن العام النقطة الاخرى من اهداف الضبط الاداري هي حماية السكينة العامة والسكينة العامة يقصد بها المحافظة على الهدوء والسكون منع الدوضاء منع الازعاج منع الباع المتجولين البعد عن اماكن التي تصير قلق للمواطنين منع مكبرات الصوت الحديثة تسبب مضايقات للافراد هذه المضايقات تستجوب تستوجب تدخل جهة الادارة لمنعه وهي بغرض المحافظة على السكينة العامة او الاخلاق العامة والاداب العامة بعد ذلك نأتي الى الهدف التالت من اهداف الضبط الاداري الى وهو الصحة العامة والصحة العامة يقصد بها مقاية جمهور المواطنين من الامراض او من اعتلال الصحة منع انتشار الاوباء الاحتياط من كل ما يسبب امراض او وباء للمواطن اعداد المياه الصالحة للشرب المحافظة عليها من التلوث تسريف الفضلات وهكذا حتى المرضى ممكن نعزلهم بامراض ايه اللي هم عندهم امراض معدية ممكن نعزلهم ونحصن المواطنين ضد هذه الامراض اللي الوبائية الوبائية اذا الضبط الاداري بمفهومه العام يهدف الى المحافظة على الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة طيب اما المقصود بالضبط الاداري الخاص وهذا هو النوع التاني منهم الضبط الاداري الخاص بقى ان في بعض الانشطة تحتاج الى تشريعات خاصة هذه التشريعات من شأنها انها تفرض سلطات مشددة لتنظيمها ورقابتها زي القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة او المقلقة للراحة او الضبط الاداري بس سلطات في خصوص ايه في خصوص الموضوعات التي تتعرض لها ولذلك يسمى بضبط اداري خاص ضبط اداري خاص ضبط اداري خاص يعني يخص بعض التشريعات الخاصة التي تحتاج الى علاج سريع بغير ذلك يبقى ما عنديش للضبط الاداري العام او الضبط الاداري الخاص طيب هل القضاء توسع في الاتجاه نحو تحقيق ادف الضبط الاداري نعم بداية الاجابة بالاجاب فالقضاء في عدة التطبيقات حديثة له واحنا ذكرينها في الكتاب الدراسي اللي مع حضراتكم نتوسع في مفهوم الضبط الضبط اضف الى ذلك ادي نص صريح مدى 184 من دستور 1971 دستور مصر الدائم ستقف 1991 بتقول ايه تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتصهر على حفظ النظام والامن العام والاداب دمام القضاء المصري في هزر خصوص سير القضاء الفرنسي واعترف بمشروعية هذه السلطات وفرض حظرا على كل الاعمال التي تهدف الى عرقلة السير الطبيعي لنشاط جهة الادارة وهكذا توسع القضاء المصري مثله في ذلك مثل القضاء الادارة الفرنسي واتجه نحو ضرورة الحفاظ على الرونق او الجمال اللي هي كمال او محاسن الاخلاق منع او حظر عرض المطبوعات التي تصف الفضائح تصف الفجور الامور المسيرة للغرائز واي وهكذا طيب هذا بهذا نقول قد انهينا اهداف والهيئات التي تمارس هذا الضبط الاداري نأتي الان الى ما هي الوسائل التي تستخدمها جهة الادارة بشأن الضبط الاداري يعطي الله بالعزاء هناك القرارات التنظيمية اللي هي اللائحية لوائح الضبط الاداري ودي من اهم مظهر من مظاهر سلطات الضبط الاداري لوائح لوائح التنظيمية في البداية بعكس القرارات الفردية التي تختص فرد معين او مجموعة من الافراد انما عندنا في البداية لوائح الضبط وسيلة من وسائل الضبط الاداري قواعد عامة موضوعية مجرادة غير شخصية تسري على كل من من يكون في مركز قانوني واحد وزي يسموها باللائحة او القرارات التنظيمية زي لوائح تنظيم المرور زي لوائح المحلات العامة زي لوائح مراقبة الاخزية طيب النشاط الاداري بيتقيد النشاط الاداري الفردي تبقى لهذه اللوائح بيتقيد بالتحدى طرق الاتية اما بالحصر واما بالإذن واما بالاختار اما بالحصر واما بالإذن واما بالاختار الحصر بمعنى ان تنهي تنهي اللائحة عن اتخاذ اجراء معين او عن ممارسة نشاط معين شريطة ان يكون هذا الحصر جزئيا ومؤقتا ولا يصل الى حد الغاء الحرية العامة او تعطيله هذا لا يجود يعني لا يجود اننا ايه انهي نشاط معين بالصفة ايه نهائية لا لازم تأقيد وإلى كان الحصر غير مشروع ازي واحدة اما يكون عن طريق الازن واما يكون عن طريق الازن بمعنى ان اللائحة تشترط الحصول على ازن سابق من السلطة المختصة قبل ممارسة نشاط معين شريطة ان ينص على ذلك في ايه في اللائحة واما ان يكون في شكل اختار بمعنى ان اللائحة تنص على ضرورة ان تختر الجهة الادارية المختصة او السلطة الادارية المختصة مقدما بممارسة الافراد لنشاط معين النشاط في حد ذاته غير محظور بس كل ما في الامر ان انا يجب علي قبل ممارسة هذا النشاط ان احصل على اذن سابق لممارسته ماشي وده يكون بمفهوم الضبط الاداري السلاسي امن عام صح عام سكين ايه عام واخيرا قد تشترت اللقيحة تنظيم النشاط الفردي من حيث وضع توجيهات معينة في هذا الشئ يعني مثلا يجي الدستور يرص ويقول لي حرية التظاهر في حدود معينة في حدود عدم الاخلال بالامنة والنظام العام في حرية في حدود يعني مثلا انك تبدي رأيك تعلن عن ايه رغبتك انما انك انت تيجي وتقلب او تتخذ منه وسيلة هذا لا يجوز يبقى الليحة تنظم النشاط الفردي في ضوء التوجيهات التي تعرضها التي تعرضها هذه هي الوسيلة الاولى بشأن وسائل ممارسة النشاط الاداري اما الوسيلة الثانية من وسائل الضبط الاداري فهي القرارات الفردية او ما يسمى باوامر الضبط الاداري الفردية الامر الاداري الفردي هو الذي يخص فرض معين او مجموعة من الافراد معينين بذاته او ينطبق على عدد معين من الافراد معينين بذوته كالامر الصادر بالاستلاع على عقار المنفع العام كالامر الصادر بمصادرة جريدة للمنفع العام هنا لا يتخذ الامر كحالة تنظيمية عامة لا بل ينطبق فقط على حالة فردية ولذلك تسمى بقرارات ادارية فردية نأتي بعد ذلك للوسيلة الهامة من وسائل الضبط الاداري والتي تلجى اليها دائما سلطات الضبط الاداري والتي تترخص لجهة الادارة في ممارسة سلطات استثنائية غير معدودة ألا وهي وسيلة التنفيذ الجابري أو التنفيذ المباشر لاجراءات الضبط الاداري احنا كما نعلم ان التنفيذ دائما يكون عن طريق القضاء انا باخد حكم قضائي بلجأ للقضاء لكي يتم التنفيذ لكن منح المشرق استثناء وبقيود أو شروط أو ضوابط معددة لجهة الادارة ان تلجأ الى اجراءات التنفيذ المباشر الجابري طالما ان الافراد لم ينفذوا بارادتهم طوعا او اختيارا بحيث ان جهة الادارة لا تلجأ الى القضاء وانما تلجأ من تلقاء نفسها الى التنفيذ المباشر الجابري هناك ضوابط معينة لاعطاء او منح هذه الرخصة بمعنى ان التنفيذ المباشر لا يجوز لجهة الادارة ان تلجأ اليه كاجراء استثنائي الا في حالات معينة او بمعايير معينة اول حالات هي الترخيص من المشرع بذلك بمعنى ان المشرع يرخص لها باستخدام تلك الرخصة وهذا يستفاد ضمنا من احكام القانون وبالتالي لا يحق لجهة الادارة ان تلجأ الى التنفيذ المباشر طواعية طالما ان المشرع لم يجيز لها ذلك او لم يرخص لها ذلك صراعا وإلا كان تصرفه تصرفا غير مشروعا الحالة التانية وهي حالة الضرورة او الاستعجال حالة الضرورة او الاستعجال بمعنى احيانا تحتاج جهة الادارة في احوال الضرورة او الاستعجال او في حالات وجود خطر داهم يهدد جهة الادارة كمثلا وقوع مظاهرة غير مشروعة اتجاه المتظاهرين مثلا الاعمال تخريبية هي الاشياء الاخرى التي تصير بلبلة في عمل جهة الادارة هذه احوال استعجال احوال ضرورة المشرع يعطي لجهة الادارة رخصة استثنائية كذلك في اجراءات او في ممارسة اجراءات التنفيذ المباشر وان كان الامر يؤدي الى تقييد وحرية الافراد لكن لابد من الانصياع لجهة الادارة في اللجوء الى حالات الضرورة عن طريق التنفيذ المباشر بس بشروط يعني ايه انا ما ادلاش مش بمعنى ان في حالة ضرورة يعني معنى كده ان جهة الادارة تلجأ الى التنفيذ المباشر دون قيود لا اه في احوال استعجال ولكن يجب ان يكون هناك امتناع من جانب الافراد عن التنفيذ شرط اساسي لكي تلجأ جهة الادارة الى التنفيذ المباشر كذلك يجب ان يكون هناك امتناع من جانب الافراد عن التنفيذ يثبت ان يثبت هذا الامتناع ان يثبت هذا الامتناع بمعنى اننا اعطيهم مدة كافية ومعقولة للقيام بالتنفيذ طواعية واختيارا انما هم اذا ما اموش بالتنفيذ بارادتهم طواعية من قبلهم تلجأ الادارة الى التنفيذ المباشر واخيرا يشترط ان يكون او ان تكون اجراءات التنفيذ المباشر مقتصر مقتصر فقط على الاجراءات الضرورية لتنفيذ القرار حفظا للنظام العام من القلاقل او للطرابات وهكذا ولذلك اهم تطبيق لهذا الموضوع هو المادة 74 من الدستور المصري هذه المادة التي تشكل جزءا اساسيا هاما من دستور مصري الدائم 1971 مادة 74 من الدستور مصري بتقول ايه بتقول اذا قام لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري او يهدد سلامة الوطن ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجري استفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال 60 يوم من اتخاذها هذه المادة قد تكون في هذه الطبعة لم تلحق التعديل الدستوري الذي جرى في 26 مارس 2007 هذه المادة الهامة والخطيرة والتي تعطي سلطات استثنائية لرجال الضبط الاداري هذه المادة اصابها تعديل دستوري هام في 26 مارس 2007 هذا التعديل الدستوري اشترط يجب على رئيس الجمهورية قبل حتى تكون على بيينة كاملة من الامر وتعلموا باهم التعديلات التي قيلت في هذا الشعب الهام خاصة في مثل تلك المادة الهامة والخطيرة في سلطات الضبط الاداري لرئيس الجمهورية قبل ان يلجأ الى تدابير المادة 74 من الدستور يجب علي ان يستشير استشارة رسمية لرئيس المجلس الشورى ولرئيس مجلس الشعب ياخذ استشارة رسمية منهم وكذلك رئيس مجلس الوزراء ثم يجري استفتاء على ما اتخذها ويوجه بيان الى الشعب هذه المادة من المواد الهامة كما قلنا والتي اخذها المشرع الدستوري المصري كتطبيق لسلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية اخذها من المادة 16 من الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1958 ولذلك وبذلك نقول قد انتهينا من الجزء الخاص بوسائل الضبط الاداري ونأتي الى هل هناك رقابة قضائية لسلطات الضبط الاداري هل هناك رقابة قضائية لسلطات الضبط الاداري نعلم جميعا ان مجموعة الاوامر النواهي التي تتخذها سلطات الضبط الاداري وتباشرها سلطات الضبط بقصد المحافظة على الامن والنظام العام بمفهومه الصحة العامة السكينة العامة والامن العام هذه الاجراءات ليست مطلقة ليست مطلقة بمعنى ان سلطة جهة الادارة بشأنها لا تكون حرة طليقة من كل قيط بل يجب ان تتقيد بسلاسة انواع من القيط هي واحد مبدأ المشروعية يجب ان تتقيد بمبدأ المشروعية المدى او المدة كذلك كد تتعرض الدولة لظروف الاستثنائية تبرر التوسع في تطبيق سلطات الضبط الاداري فتكون حينئذ هيئات الضبط الاداري مقيدة بتوخي شروط الظروف الاستثنائية وهي تعرض الصالح العام للخطر ان يستحيل مواجهة تلك الخطر بالقواعد العادية او المشروع الموضوعة في الظروف العادية ثم ان تكون الضرورة مقدرة بقدرها او ان تكون الظروف الاستثنائية مقدرة بقدرها بمعنى ان لا يجوز ان اخرج عن حدود المشروعية الاستثنائية بمعنى ان تكون سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية سلطات ليست سلطات تقيد او تستبد بالحرية الفردية لا هذه هي القيود السلاسة التي ترد على سلطات الضبط الاداري القيود دي اهمها كما قلنا مبدأ المشروعية مبدأ المشروعية خضوع جهة الاداري حاكم ورجاله للقانون حاكما ورجاله سلطات الضبط الاداري كلها تغضع من المفروض ان تغضع لمبدأ الشرعية لا تتجاوز حدود المشروعية حتى ولو كانت هناك ظروف استثنائية حتى ولو كانت هناك ظروف استثنائية فيجب على جهة الادارة ان لا تتعدى تلك الظروف حتى تكون اعمالها مشروعا لا تغضع للرقابة القضائية لا رقابة الالغاء ولا لرقابة التعويد ولا رقابة الالغاء ولا رقابة التعويد رقابة الالغاء يبقى معنا اننا حطعا في قراراتها الصادرة امام القضاء الاداري بالالغاء عن طريق دعوة الالغاء التي سوف نقوم دراستها في الجزء الخامس او الترقم الخامس ان شاء الله في مبدأ المشروعية الغاءا بدعوة الالغاء التي ترفع في خلال ستين يوم امام القضاء الاداري وتعويضا التعويض عن التدابير والاضرار التي توجهها التي ترتكبها جهة الادارة بحيث انها تتجاوز سلطتها التي منحها المشرع لها في الظروف العادية لا يغوز لها ذلك وإلا تتعرض للرقابة القضائية على اعمالها الغاءا وتعويضا يبقى لاحصل على تعويض من جراء هذه الرقابة هذه الاعمال يبقى لو جهة الادارة استخدمت سلطات ضبط اداري استثنائية واضرت بالافراد وخرجت عن المألوف من الاجراءات التي يجب عليها او التي منحها المشرع يبقى في تلك الحالة لا يغوز لجهة الادارة ان تفعل هذه الاجراءات وان فعلت يبقى خرجت عن حدود المشروعية هنا تأتي الرقابة القضائية ليه لانها ليست كأعمال السيادة اعمال السيادة هي التي تنقى عن الرقابة القضائية اما اجراءات الضبط فهي تخضع الاجراءات للرقابة القضائية بالالغاء كما قلنا بدعوى الالغاء والتعويض عن الادرار المترطبة على هذه الاعمال هناك قيود خاصة باجراءات الضبط الاداري القيود اللي قلناها دي خاصة بإجراءات الضبط الإداري يجب أن يكون الهدف الأسمى والأساسي لها هو تحقيق وصيانة النظام العام بمفهومه السرعة طيب افرض بقى حضرتك معايا أن هيئة الضبط الإداري انحرفت عن هذا الغرض أو أصدرت قرار بناء على وقائع غير سليمة هل يكون قرارها مشروع لا بالطبع يكون قرارها غير مشروع ماذا نفعل نفعل الإلغاء جهاز القرار يستوجب إلغاؤه حتى ولو كان المقصود من وراءه تحقيق مصلحة عامة ليه لأن الهدف غير مشروع يبقى لا يعصمه هدف المصلحة العامة من عدم المشروعية ليه لأنه انحرف عن الغرض الأساسي وهكذا إذن يبقى أنت جاءت إدارة استخدامي السلطات اللي أنت عايزاها ولكن في حدود المشروعية في حدود رقابة المشروعية للنقطة الأولى النقطة الثانية يجب التمييز بين ثلاث صور للنشاط الفردي كما هو مدون في الكتاب الذي بيد حضراتكم هناك ثلاث صور للنشاط الفردي إذا كان النشاط الفردي منصب على حرية عامة كفلها الدستور أو القانون ليس لهيئات الضبط الإداري تقييدها أو الاعتداء عليها إلا بقدر الرخصة التي تسمح بها القوانين المنظمة لها ده إذا كان منصب على حرية عامة اتنين إذا كان النشاط الفردي نتيجة الاستعمال الرخصة أزن بها القانون مما لا يدخل في معنى الحريات العامة كحق المظاهرات كحق التجمع هنا هيئات الضبط تتمتع بسلطات واسعة تتمتع بسلطات واسعة لأن النشاط الفردي نتيجة لاستعمال رخصة أزن بها القانون لا تدخل في معنى الحرية العامة التجمع والتجامع ليس حرية عامة دي الصورة الثانية الصورة الثالثة من تلك القيود أن جهة الإدارة قد تجد نفسها أمام تصرفات فردية غير مشروعة أي هذه التصرفات الفردية صدرت خارقة لما يأمر به القانون ولما ينهي عنه القانون ما الحل هنا في تلك الحالة يترخص لهيئات الضبط الإداري اتخاذ ما تراه مناسبا أو ملائما للحيلولة دون صدور هذا النشاط المخالف للنظام العام والقانون وهكذا تزداد وتتسع سلطات الضبط الإداري كلما تعرضت الدولة لخطر ظروف استثنائية لخطر خارجي لخطر داخلي حتى يصل الأمر إلى حد تعطيل القوانين العادية وهو ما يطلق عليه الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ في هذه الحالة أو في حالات الطوارئ هذه هذه الحالات التي تترخص لجهة الإدارة أو سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية اتخاذ ما تراه مناسبا من أجل حماية النظام العام بمفهومه السلاسي السابق عرضه ليه؟ لأنه حينما تعلن الأحكام العرفية أو تعلن ما يسمى بحالة الطوارئ يعلنها رئيس الجمهوري كلما تعرض الأمن العام وتعرض الصالح العام للخطر فمات تعرض الصالح العام أو تعرضت المصلحة العامة للخطر في تلك الحالة في تلك الحالة لا يجوز لا يجوز لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تقف مكتوفة الأيدي لا يجب أن تتسع تلك السلطات يجب أن تتسع تلك السلطات في تلك الظروف الاستثنائية الهامة والخطيرة كي تحد منها كي تحمي الأمن والنظام العام حالة طوارئ سلطات الضبط مقيدة بأحكام قوانين عادية هذه القوانين العادية المقيدة بها سلطات الضبط الإداري لا تسعفها في مثل تلك الظروف ماذا تفعل جهة الإدارة أو ماذا تفعل هيئات الضبط الإداري يجب في تلك الحالة أن نعطي لها سلطات استثنائية تستطيع بموجبها أن تحد من هذه الظروف الاستثنائية تحد من حالات الطوارئ تحد من القلاق والاضطرابات التي إلى النظام العام وإلا سيتعرض لخطر ده لأن القواعد العادية المشروعة الموضوعة في الظروف العادية لا تستطيع أن تواجهها جهة الإدارة في تلك الحالة جهة الإدارة تعمل إديها المشرع سلطات استثنائية لتستطيع مواجهة هذه الحالات الضرورية هذه هي القيود السلاسة التي ولكن الضرورة تقدر بقدرها مع الأخذ في اعتبارك بأن الضرورة تقدر بقدرها بمعنى أننا بش معنى أننا أديك سلطات استثنائية في ظل حالة من حالات الطوارئ أو الضرورة كما يسمى لكن يجب أن تكون جهة الإدارة ملزمة بتلك المدى بالمدة المدى هو المدة المدة التي تنفس فيها هذه التدابير تنفس فيها هذه القرارات الاستثنائية وإلا كانت سلطتها سلطة تجاوزية تجاوزت المألوف لها في مثلها تلك الأحوال وإلا نعمل إيه نروح للقضاء نلغي تصرفاتها نطعم فيها بالإلغاء ويجوز طلب التعويض على الرغم من أعمالها مشروعة في مثل تلك الظروف الاستثنائية هذه هي القيود الأساسية التي ترد على سلطات الضبط الإداري في مجال الظروف الاستثنائية وبذلك نكون قد انتهينا من الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في تلك الظروف وتناولنا في تلك المحاضرة الأولى عن ما هي النشاط الإداري وما هي أنواع النشاط الإداري التي تحدثنا عن بدايته وهو الضبط الإداري وحيث أننا بعد ذلك أعرض للمرفق العام ثم بمشيئة الله تعالى للقرار الإداري ثم للأموال العامة والوظيفة العامة بمشيئة الله نخلص من تلك المحاضرة المهمة إلى أن الضبط الإداري مجموعة الأوامر والنواهي والتوجيهات التي تصدرها سلطات الضبط الإداري بقصد المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وهناك قيود ووسائل وهيئات تمارس تلك السلطات للضبط الإداري وبعد ما انتهينا من دراسة الضبط الإداري ننتقل الآن إلى دراسة النشاط الآخر من أنشطة الإدارة وهو المرفق العام من الموضوعات الهامة في جزء القانون الإداري موضوع المرفق العام فلا يخلو من أهميتهم المرفق العامة كلنا بنعرفها كلنا بنشهدها في حياتنا اليومية كلنا بنتعامل معها يجب أن نعرف فكرة كاملة فكرة كاملة عنها ولذلك سوف نتناولها معا بمشيئة الله تعالى في جلسات عديدة بداية وضح لحضراتكم أن الدولة في العصور التقليدية الأولى كانت لا تعرف سوى سلاس مرافق عامة أساسية أو ما يسمى كان يطلق عليه يقوله على الدولة الحرسة مفهوم المرفق الأمن والدفاع والقضاء فكرة الدولة الحرسة الوظائف التقليدية التي تكون بهم للمرافق عامة تقليدية الجيش والبوليس والقضاء أما الآن فقد اتسع دور الدولة تزايد دور الدولة تدخلت الدولة في عدة مجالات حديثة بدأت تنشئ المرافق العامة اتسعت المجالات السياسية الاقتصادية الاكتماعية السقافية الاقتصادية وما أكسرها بدأت الدولة تنشئ هذه المرافق بقصد تغطية احتياجات العامة لها فتدخلت فأصبحت تنتقل من دولة حارسة الى دولة منتجة او دولة متدخنة فانشأت عديد من المرافق العامة وحتى المرافق العامة التي كانت موجودة اصابها تطور اصابها تعديل بدأت توسع فيها بدأت تغير بها لدرجة ان الامر بدأ بتطبيق نظام الادارة الالكترونية وبدأت المرافق العامة تدار باسلوب الالكتروني وبعدت المرافق العامة عن الاسلوب التقليدي في الادارة مما يرتب عليه فساد اداري او مما يترتب عليه من عدم شفافية او محسوبية ورشاوة وانتشار لكل الامراض الادارية التي نشاهدها في العصر الحديث فبدأت الاتجاه ينصب نحو تطبيق نظام الادارة الالكترونية فهو بدأت الادارة العامة تلجأ الى الاسلوب الالكتروني في ادارة المرافق العامة واصبحت المبادئ الاساسية للمرافق العامة تتخز من دوام سير المرفق العامة بانتظام والطراط ومبدأ مساواة جميع المنتفعين بخدمات المرافق العامة ومبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتطور كل هذا اصابه جهة الادارة بمدلول الالكتروني بحيث انها بدأت تطبق النظام الالكتروني وبعدت عن الاسلوب التقليدي في مجال ادارة المرافق العامة هذا الاسلوب الحديث التي بدأت تتوجه نحو الدولة وبدأت الدولة المصرية بصفة خاصة او عندنا الان مجالات عديدة لمرافق عامة تدار باسلوب الالكتروني لمرافق عامة تدار بطريق حديث او ما يسمى بالحكومة الالكترونية وبعدنا عن الاسلوب التقليدي في الادارة واصبحت الادارة للمرافق العامة الان يكون فيها الشفافية والسرعة في انجاز المهام والسرعة في اداء الخدمة والجودة في اداء الخدمة حقيقة الامر يستلزم تقنية حديثة تكاليف جامدة بنية الالكترونية اساسية تعليم الالكتروني لكن موجود ونحن في دور التكوين ونأمل من الحكومة المصرية ان تتجه صوبة التطبيق النهائي لنظام الادارة الالكترونية لما فيه من مزايا عديدة عددتها لحضراتكم آنفا الدولة التي تكاد تكون قد طبقت نظام الادارة الالكترونية في مرافقها العامة بشكل شبه متكامل هي امارة دبي تكاد تكون مطبقة لنظام الادارة الالكترونية بشكل شبه متكامل وبدأت بعض الدول العربية تقص بهذا النظام ونحن منهم والحمد لله ليه؟ لمزايا الحسنة التي تدار بها المرافق العامة عن طريق استخدام الاسلوب الالكتروني وفي دراستنا للمرفق العام كأهم أوجه نشاط الادارة نتناول أولا ما هو المرفق العام وما هي المبادئ العامة التي تحكم المرفق العام أو ما هي المبادئ التي يقوم عليها هذا المرفق أو النظام القانوني لهذا المرفق المرفق العام باختصار طلابنا العزاء مشروع تنشئه وجهة الادارة مشروع منظم يهدف لتحقيق خدمة عامة يهدف لتحقيق نفع عام يهدف لتحقيق مصلحة عامة تنشئه الدولة بغير التوفير خدمات أساسية للأفراد يقدم خدمته عن طريق المساواة بين جميع المنتفعين بهذه الخدمة ولا يجوز له ولا يجوز له أن يميز بين الأفراد في أداء لهذه الخدمة ليه لأنه مخصص للمصلحة أو يهدف إلى حماية المصلحة العامة لما أجل أتكلم عن هو مشروع منظم مشروع يهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة هذا المفهوم البسيط للمرفق العام وإذا ما أتينا إلى المبادئ العامة التي تحكم كمشروع المرفق العام كمشروع يقوم بانتظام والطراط يهدف لتحقيق المصلحة العامة يجب أن نلتفت إلى المبادئ التي أولا حوالي 8 أو 9 مبادئ أساسية يجب علينا دراستهم بعناية أول هذه المبادئ أن أداء الخدمة ليس حكرا على جهة الإدارة بمعنى أنه يجوز للأفراد أن يقدموا منفعة عامة قد يقوم الأفراد بتحقيق منفعة عامة عن طريق المؤسسات الخاصة ذات النفع العام هذه المؤسسات تتشابه إلى حد كبير بالمرافق العام ولكنها تختلف عن المرافق العامة بإيه بأن المرفق العام شخص من الأشخاص الإدارية العامة لأنها تدار بوسطة الإدارة هذه المؤسسات الأخرى التي يقوم بالإنشاء الأفراد مؤسسات ذات نفع عام قد تتشابه في اسلوب تحقيقها للخدمة إنها بتهدف لتحقيق مستعر العامة ولكنها ليست شخصا إداريا عاما هذه واحدة ثانيا ليس كل مشروع تنشئه الإدارة يجب يلزم أن يكون مرفق عامة ليه لأن الأمر يتوقف على إرادة المشرع الصريحة ويمكن أن نستخدم تلك الإيه أن نعرف تلك الإيه الإرادة بالقرائن أو بالطرق الضمنية يمكن يا بوسطة يعني مش معنى كده إن كل مشروع تنشئه الدولة أو جهة الإدارة هل يكون مرفق عام لا الأمر يتوقف على رد المشرع الصريح ثالث ليس من الضروري أن يدار المرفق العام بسلوب السلطة العامة وخاصة المرفق العامة الاقتصادية سلوب السلطة العامة يعني جهة الإدارة بتستخدم أساليف استثنائية غير مألوفة للأفراد في نطاق قواعد القانون الخاص هذا هذا يعقد الإجراءات هذا يضر بها تلجأ لهذه الأسلوب لا بالشرط أن تلجأ الأسلوب للسلطة العامة ما ممكن عندنا أساليب عديدة لإدارة المرفق العامة كمان رابعا المرفق العام كل مشروع يسير بالطراض وانتظام بمعنى مبدأ أساسي يجب أن نعلمه جيدا أن المرفق العام يقدم الخدمة بصفة منتظمة ودائمة خدمة ضرورية وأساسية لأنها تنظم حياة الأفراد في المجتمع تنظم أحوال معيشتهم يقدم الخدمة على مستوى عالي على مستوى عالي يجب أن تكون تقديم الخدمة بصورة جيدة وكافية يجب على المرفق العام ألا يتأخر في تقديم الخدمة يجب على المرفق العام ألا يسيء في تقديم الخدمة وإلا يبقى صور الخطأ المرفقي صور خطأ المرفق العام ثلاثة سوق تقديم الخدمة تأخير في تقديم الخدمة أو عدم تقديم الخدمة يبقى يجب لي انت منشأ بي ايه غرض ايه تحقيق ايه منفاع عامة يبقى يجب ان تقوم على مبدأ ايه سير ايه المرفق العام بانتظام والطراط بهذه الطريقة بهذه الطريقة يبقى يجب تحقيق هذا المبدأ الاساسي كمان مبدأ اساسي كمان يجب مراعاته وهو الخامسا يجب ان لا يخلب مبدأ المساواة في تحقيق الخدمة لجميع الافراط ومش معنى ان انا اخليت بمبدأ المساواة ان مثلا الافراد ايه 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 اشترط شروط معينة على الافراد لكي يستفيدوا من هذا ايه من هذه الخدمة لا بالعكس بالعكس ان انا اشترط شروط معينة مش معنى كده ان انا ميست اخليت بمبدأ المساواة كما سنرى ايه مع بعض تفصيلين سادسا حينما تنشئ جهة الادارة مرفق عام هي لا تنشئ بقصد حقيق ربح وانما يكون القصد الاساسي الوفاء بمصلحة او منفع عامة بش معنى كده ان جميع خدمات المرفق العامة تودى بلا مقابل لا هناك بعض الرسوم تدفع احيانا المرفق العامة ولا يغير من كونها مرفق ايه 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 عام سابعا للسلطة العامة من اهم مبادئ المرفق العامة للسلطة العامة ان تتدخل في اي وقت لتعدل من قواعد سر المرفق العام دون ان يؤثر في ذلك باي شيء ولا تراعي في التعديل الا اعتبار المصلحة العامة الطريقة دي ما عجبتهاش اغيرها ليه لان ديها تهدف لتحقيق المصلحة الايه ايه ايه العامة جهة الاضارة مثلا تعدل من شروط الوظيفة العامة سواء بالزيادة او بالنقصة هل يحق للموظف العام ان يحتاج في موجاتها بانه قد اخذ حق مكتسب لا يجوز له ذلك ليه لان جهة الاضارة تستطيع ان تتدخل ايه في ذلك في اي وقت طالما كان الهدف الاساسي في ذلك هو تعقيق المصلحة ايه ايه العامة عادة ادارة عملت جهة الاضارة واعراضت ان تتدخل اثناء تنفيذ العادة الادارة وتعدل من بعض الشروط يعق لها ايه 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 زالة وهكذا تكون هذه المبادئ الاساسية التي يقوم عليها المرفق العام والذي سوف نتناول فيما بعد بخصوصه كيفية انشائه وكيف يتم الغاؤه ونتناول المبادئ السلاسة التي يقوم عليها المرفق العام وهي مبدأ دوام سير الخدمة بالانتظام والطراب مبدأ مساواة المنتفعين بخدمات المرفق العام مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتطور ثم ننتقل الى طرق ادارة المرافق العامة وما هي الطرق القانونية التي اوجبها او نص عليها المشرع لادارة تلك المرافق العامة وهذا ما نتناوله معا ان شاء الله في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته